الركن الشديد هو الاسم الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية في غزة على المناورة العسكرية المشتركة مناورة هي الأولى من نوعها في غزة تتم بقيادة حركة حماس وتشترك فيها جميع الأذرع العسكرية لكافة المنظمات على مستوى القطاع باستثناء حركة فتح إن هذه المناورات الدفاعية هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال وتحت كافة الظروف وإن قيادة المقاومة جاهزة لخوض أي معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا الناطق باسم سرايا القدس أكد على أن المناورة تحاكي تهديدات الجيش الإسرائيلي وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة المقاتلين للقتال في مختلف الظروف والأوقات يتخلل الركن الشديد إطلاق الصواريخ باتجاه بحر غزة وإطلاق طائرات مسيرة إلى جانب انتشار واسع لعناصر أجهزة الأمن والشرطة في مناطق متفرقة في القطاع إطلاق المناورة المشتركة يتزامن مع ذكر الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2008 كذلك يتزامن مع المناورة العسكرية واسعة النطاق التي قام بها الجيش الإسرائيلي مؤخرا على الشريط الفاصل مع غزة كذلك يتزامن معادها مع تفاقم الأزمة السياسية الإسرائيلية وتغيب الموقف الموحد على الحلبة السياسية على الرغم من هذا إلا أنه بحسب التقديرات الإسرائيلية فإن احتمالية وقوع حدث أمني بين الجانبين على خلفية المناورة العسكرية هو ضائل ومحللون إسرائيليون يرون أن المناورة هي مجرد استعراض لأسلحة حماس توجه من خلالها رسالة إلى الجانب الإسرائيلي على أنها لا زالت تشكل خطرا عليه خاصة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع مع دول عربية مؤخرا وتنضم إلينا مراسرة 24 نيوز من الشريط الفاصل ومن السياج مع قطاع غزة أصال إزريقي أصال إذن ما هي الأوضاع لديك ونرى بأنه هناك نوع من التأهب العسكري الإسرائيلي أيضا نعم بشار إذن بداية قبل قليل لقد تم نقل مكاننا هنا على الشريط الفاصل من قبل الجيش الإسرائيلي وذلك تحسبا لأي حالة أو لأي ضربة من قطاع غزة إلى إسرائيل إذ هناك استعداد من كلا الجانبين حول الاستعراض كما وصف في التقرير الاستعراض العسكري في قطاع غزة انطلقت هذه المناورات العسكرية منذ الساعة العاشرة وانتهت قبل قليل في الساعة الخامسة إذ أطلقت فيها غرفة العمليات المشركة أو الفصائل الفلسطينية أطلقت صواريخ باتجاه البحر إذن نرى بأنه مع ذلك مع أن هناك تحضيرات ومع أن هذه الاستعراض أو هذه المناورات تحمل رسائل عديدة إن كان داخليا وإن كان خارجيا إلى إسرائيل فإن احتمال نشوب أي تصعيد عسكري أو نشوب توتر عسكري في المنطقة ضئيل جدا إذ يشار بأنه قطاع غزة أو حركة حماس والجانب الإسرائيلي لا يطمحون أو لا يوجد هناك أي لا يريدون الدخول في أي حرب واسعة مع القطاع إذن يشار بأن الرسائل التي قد بعثتها بعد هذه الرسائل نعلم بأنه وفق ما أعلنت على الفصائل فإن هذه المناورات شملت تطلق صواريخ وإجراءات للمرة الأولى كيف تلقى المواطن الإسرائيلي أيضا هذه الأخبار وهذه المناورات نعم إذن المناورات المشتركة تأتي للمرة الأولى كما وصفتها والتي يشير إليها مراقبون إسرائيليون بعملية احتواء من قبل حماس إلى كل الفصائل ما يعني بأنه سيكون هناك سيشار إلى حماس بداية في أي حال في أي ضربة يتم توجيهها من قطاع غزة إلى إسرائيل إذ يشار بأن حماس قد خرجت أو قد تبرأت من مسؤولية عدة هجمات أو عدة صواريق قد تم إطلاقها من القطاع إلى غزة ولكن هذه العملية أو هذه المناورة المشتركة فإنها تحول المشهد شكرا جزيلا لك كنت معنا من السياج الفاصل مع قطاع غزة